تقول الكلام ده لكن انا طبعا عارفة ومتأكدة ان ابني جايب شئو شويات عندك في البيت خريبني وحكتبني انا سمعك يا اخت وانت بتقول لها قطع لها تفاحة جايب لكوا تفاح جايب لكوا تفاح امريكاني ماما هي هي هند قريبها عندها تحت اه يا اخت جايين يسلموا عليها شايفهم وهم طلعين على السلم وشايلين شئو شويات وهم طلعين دي الشكل اللي خليتها دي وعمتها دي يا ماما مبسوطين قوي ركنين عربيات تحت اخر موديل اختهم يا بيت وانت طلع صفت اي يا ماما ده عربيات اي حلوة اوي وبعلي وانا طلع على السلم يا ماما سمع بقى اه هي هي وضحك ومرأة وهزار وجزم بالهابل قدام باب الشقة يا ماما بتاعتها قليلتي الزوء ما عنداش ريحة الدم عشان ما ندهتش علي ولا يلت تعالي سلمي عليهم ولا تعالي وعودي معنا ولا كولي معنا هي ما ندهتش عليك يا ماما ولا يلت تعالي سلمي على القريب هياختي ولا عبرتني مع انها كل يوم تلطوا لي هنا في البيت لكن اليوم بقى اللي يجي لها أهلها وهتاكل وتشرب معاهم ولا تفتكرني لا بصراحة اللي تزوء منها كان مفوتة تقول لهم سوان المنده اللي حماتي تقعد معنا شوي وناس يا يختي ان الحاجات اللي مقدمها لهم من خربني وحطيبني اللي جايبها سمع يا ماما الصوت سمع سني كده يا بيت تمقرب وداني للباب سمع حاجة يا ماما اه يختي شكلهم كده بيقطعوا طفاح بتقول لها هاتي حت التفاح لخلتك اتلاقيته في فحم الامريكاني يختي اللي بيبقى ملزوق عليه الورقة دية الحاجة اللي تشرف سمع يا يختي الصوت الضحك والمرقعة سمع انا متغازة انا عايز عارفوا ما بيأكلوا ايه دلوقتي تحت يا ماما اسراء دي كانت تعزمهم على الغداء وولا جايبهم كده بس دلوقتي وخلاص لا يختي ده جايين بقى لهم مدة وقاعدين وشكلهم متغديين تحت انا سمع شوية كده من حبة كده وليلين سمع زي ما كون اطباق كده بتتخبط في الاطباق زي ما كون ما كوننا من اكل رزه كده ولا حاجة وتخبطت في الطبق كده يا بيت عرفت ان هما بيتغدوا طلعت حتيش يا ماما الاكل اللي هي عامله لا كده عامل اكل اكتير قوي لا يختي ما طلعتش حاجة ما عندهاش رحة الدم ولا الزوق والله بعد كده لما تجيني ما عطت معبراها وهو هجيب لها عشو جيمنا تأكله لأنا كنت ما تيجي عامل لها شئو شويات وفرد لها طرابيزة كل انواع الاكل اللي عندي وحتى ما جاكل كنت اسيب لها اكل كده هو على جنب اقول جايز تطلع تخبط علي ولا حاجة اقدم لها منه ما عطتش تعبريه ما عبيت صوت للمرقاة والضحك ازاي طب استنين ما اندهلا ما تعبرهاش يا ماما لا لما هما يصحش الدحك والمرقاة اللي بصوت عالي ده اه ده واحنا سكنين فن يعني الناس تقول ايه علينا يا هند يا هند طبعا مش هتسمع من صوت الضحك والمرقاة اللي هم عنينها تحت ده على صوتك يا ماما يا هند يا هند حاضر يا حماتي طلع اهو شبتي اختي ما كانش سمعاني ايه الدحك المفتعل بتاعهم والهزار المفتعل ده ما مالوش لازمة يعني الدحك اللي بصوت عالي ده خير خير يا حماتي هو ايه ايه الدحك اللي ما مالوش لازمة والصوت العالي اللي انتوا عاملينه تحت ده ده قريب يا ماما تحت عندي قاعدين معايا يعني مين؟ من اللي عندك يا هند؟ مفيش عندي مامتي وخلتي وعمتي وعيالها وعمي وعياله وكلنا عدم مع بعض تحت كل دول؟ وكانوا جايين بقى يتغدوا ولا ايه؟ ولا جايين كلا من الزيارة بس اخر النهار لا كانوا جايين بس الزيارة كده وقدمت لهم اي اختي بقى ان شاء الله مفيش هو كل واحد جاي بالزيارة هو جاي وطلعت منها يعني وقدمت عارفة انك هتقول الكلام ده لكن انا طبعا عارفة ومتأكدة ان ابني جاي بشيء وشويات عندك في البات خربني وحكتبني انا سمعاك يا اختي وانت بتقول لها قطعالها طفاح جايب لكو طفاح جايب لكو طفاح امريكاني لا ده عمي وهو جاي جاي بالطفاح اه وجايب ايه تاني يا اختي تقريب حاجاتي يعني كتيرة وهو جاي طب تكرس ستة الغلبانة اللي عادة في وكي ديتن دهلة تسلم على القريبة ولا هي تعري يعني ولا تكونش يا اختي مكسوفة مني ولا حاجة لا مش مكسوفة مني كل حاجة يا حماتي بس انا قلت يعني تلاقيك نايمة اه نايمة ولو ان اصلا في المعد عمري ما نيمت وانت عارفة الكلام ده بس ماشي هعدها لك يا ستة هند ماشي تفضلي اختي نزلي لقريبك شوفتي يا اختي مرضتش تقول هم جايبين ايه وهو هم جايين بس سكوتي احنا نص الساعة كده ونقوم طبين عليهم تحت ونشوف احنا بقى بعنينة ايوه صح كده يا ماما عشان حتى يعني ايه ندوه كده من الاكل اللي هم جايبينه ده بتقول الجايب بحاجات كتيرة وهو جاي اما هم طلعوا الطفاح يبقى لسه ايه تاني يا ماما ننزل ونشوف تعالي تعاية حماتي تعاية رشة تفضل الله امال فين قريبك يا اختي لسه نزلين حالا هو انت ما سمعتهمش وهم نزلين لا ما ما سمعتش حاجة كنت في المطبخ ما خدتش بالي يا قصدي ما 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 سمعتش حاجة ده ايه الصفرة المفروضة هناك ده وانت كنتوا بتتغدوا ولا ايه اقلنا بنتغدى تعاية تعاية كله اتعاية حماتي تفضل ايه ده ده بواقي اكل ماما احنا لسه امامنا على الاكل دلوقتي ما انا قلتلكم هو انت عايزاني انا اكل بواقي الاكل بتاعتكم ما تروحوا طيبت تدخل المطبخ وتغرفيلي كده طبعين حلوين مليانين كده ماما انا لكان عندي حماتي كنتي زيواني جبتلك بس انا كان عندي عدد كبير يعني و الاكل خلص هعمل ايه يعني يا سلام تحطيلي بواقي الاكل وتقول ليه لكولي اكل اهي يا اختي ده حتى ده بوش الفرخة المحتوط منتاكل منه حتى ايه القرف ده انا اكل بواقي لا 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 بصراحة ايه لتزو ايه اللي انت بتعمليه ده انت عايزة ماما تاكل من بواقي الاكل بتاعك انت وقرايبك انا عمل ايه بس يعني انت عايزين من ايه دلوقتي عامله لا دا ايه اللي تزوء انت ما تستقل بيا كده انت فكر انت ما تيجي عندي البيت بعد كده ان انا هعمل لك حاجة كويسة والله ما عدت عملالك حاجة عشان اللي انت بتعمليه دا دا ايه اللي بتقدير و ايه اللي تقيمة حتى لو الاكل خلص اللي عندك وليه سواني يا حماتي وادخلوا اطبخوا كده اكله على السريع كده ولا اي حاجة من اللي ابني جايبها عندك في الفريزة وتطبخوا لي احسن اكل لكن ايه اللي تزوء وقلت الايمة اللي انت فيها دي انت تأكلين بواقى اكلك انت وقرايبك ياختي ليه ان شاء الله يبقى ابني صارف ومكلف ودافع وتأكلين البواقى بتاعتكم اعمل ايه بس انا لسه يا دوب لسه هادخل اشطى بالموعين واشير الحاجة اللي على الترابيزة وانتو اللي طبيطوا علي ففعلا كده ومعادش عندي حاجة تانية يقدم اقتلكوا تعالوا كلك اعمل ايه يعني لا ما تعمليش انا اللي هعمل واشوف لي صرفة بقى مع ابني طالما انا معربتش يا ربي هشوف صرفة ايه يا بنتي مامتك عاملة كده ليه وانكبر الموضوع كده ليه اعمل ايه يعني الاكل اللي عندي خلص من الناس كانوا كتير لا بصراحة دي ايه اللي الزور ازاي يعني يا هند تقول الماما كده او تكسر بخطره ده بدل ما تقولها ادخل واو اعملك حاجة جاهزة او تطسل حتى بالدليفره وتجيبيلها اكل جاهز يا بنتي انا ظهر مهدود من الصبح وكنت عادة مع قريبه ولسه نزله ولسه نضف بقى الدنيا وروأ الدنيا مطرح مكانوا قاعدين وبياكله انتو لو جيتوا فوقت غلط يعني وبالما كنت عندكوا فوق من شوية نزل ليه يعني ايه يعني ايه يعني فيه ايه جديد يعني نزلنا عشانه على فكرة ما هو مش هزعلانة منك ودي كده ايه اللي تقصلي منك على فكرة مفروضتك رجال دلوقتي وتروح الصالحيها طب الحقيقة انتي وتعالي نقعد بره وعملكوا كبايتين شاي برضو شاي شاي ايه يا بنتي وانتي مش اهلت كان عندك من شوية ومقدمان لهم الحي وكله جات علينا احنا وعادت تعملنا كبايتين شاي يا بنتي ما انتش فهم حاجة انا جوزي ما كانش عارف اصلا ان اهلي جايين وما يعرفش حاجة فما كانش عندي حاجة في البيت اقدمت فلكل اهلي جابوه انا قدمته لهم ما عادش فيه اي حاجة خالص لان ما شاء الله كان العدد كبير وخلاتي وعماتي وكله جاي بعياله والحاجة قدمتها وخلصت وانا فعلا ما عادش عندي حاجة اه ما انا عارفة كل حاجة تيجي لغاية امي وغاية احنا وطعف معاك وبعالما كان مش زوج اصلا انك ندهت الماما تسلم عليهم ما ندهت لهاش ليه ولا بتستعر من امي كمان يا بنتي لا بستعر ولا حاجة هم جوم قاعدوا معايا شوية يعني ومشهم وخلاص في ايه كنت عادة مع اهلي تعالي يا ماما يا ماما يا حماتي تعالي بس كده تعالي انا بم ام هتجي ولا عادت هتعبرت خلاص ولا عادت هتنزل لك بيت بسبب الجليات اللي انت فيها دي انا بم عادت دخل البده تاني خلاص قفلت بقى معايا على كده وطلع اكلم ابني واشوف الموضوع ده اللي جيب الاكل للناس دي كلها ويجي علي انا وما ما فيش معلش اطلعي وراها بقى وفهميها وعرفيها ان انا اتفجئتي بهم اصلا وجزي معرفش ان هم جايين انا طلعت الاكل كان موجود عندي في الفريزر والله وهو حتى كان قليل الاكل بس يلي كان موجود بقى وخلاص والفاكهة اللي هم جابوه اقدمتها ليه ما عادش عندي حاجة اعمل ايه حينما شوف يا اخت انا طلع مع السلامة مش فاهما انا غلطت في ايه ولا عملت ايه غلط اهلي وجم وضيفتهم على قد ما قدرت جابوهما الفاكهة وانا طلعت الاكل من عندي من الفريزر وما عادش عندي الأكل في الفريزر وعاد عندي فكهة أعمل إيه؟ يا رب يا رب ما تحوجنا لأي حد يا رب وتفضل كلا يا رب ما خليني كلا وسند نفسي مش عايز حاجة من حد ولا عايزة تحوج لأي حد أبدا خلاص بقى ماما ما تضايقش نفسي داية بتقول لي ما كانتش تعرف ان هما جايين لها أصلا وانتي ياختي يدخل عليك الحركات دي كلها أمان طبخت ازاي يا أختي بتقول لي ان هي تفاجئت ديهم يا ماما فطلعت كل الأكل عندها في الفريزر وعملته حتى الفكهة اللي هم جابوها هي قدمتها لهم وخلصت عشان كلا ما كانتش عندها حاجة تعملها لنا تقول للحركات دي أنا عارفها وحفظاها وعارفة ان هي سهنة وعينة من الفكهة كمان لجوزها لما ييجي لكن علينا احنا وكتير ازاي تطلع علينا ولا ازاي تطلع علينا كيا كمان حاجة من الفريزر وتطبخاننا لكن تطبخ لأمها وأهلها لكن احنا كخة معقول يا ماما هنده تعمل معانا كده أهت لها بس يا ماما كانتش تعرف فعلا هم جايين وطبخ طلعهم الأكل اللي عندها وخلاص ما عادش عندها حاجة تعملها لنا سكوت سكوت انت تفضل خيبة كده وطلع عمرك سكوتي انا انا هكلم ابني واشوف الموضوع ده واعرف اصله من فصله الوقت يا اخوي نزلت لمراتك لقيت ما شاء الله عندها شئو شويات ونس طلعين ونس نزلين وعرايب بالهابت اقومة ما تخل لها قال لي بواقع أكل فراخ ولحمة وحاجات مطبوخة مايهون عليها تقول لي أطبخ لك ولا عملك أكل زي أهلها ما عملت لهم انت كنت عارف ان هم رايحين لها ما كنتش تعرف امان هي طبخت يا اخوي ازاي من الأكل اللي في الفريزر دي حكت عليك يا عبيد دي حكت عليك اه من الفكهة لهم جايبينها اه يا اخوي اشتفح وموز وبلح ماشي ربنا يا اخوي هلن سعيد بسعيدة انا عارف انت دايما كده هو عابدته ماش وراها بس ازاي انا انزل لهم متعمل ليش اشمعني انا اهلها تعمل لهم وانا يعني ايه كخة ولا وحشة ولا مش قدل ما انت لو كنت عطيني امتي قدامها وقدت عرفتها ان انا صاحبة البيت والكلمة كلمتي ما كانتش عملت معايا كده ولا كانت قدلتني بالوش الزفت اللي كانت مبني بيه لا ازاي اقول لها يا بنت كل الاكل انت طلعتين اهل كداما انت شعال لها لقي حاجة تطلعها لنا تقول لي مفيش ومعاتش عندي هو فعلا ما عندهاش ماشي يا اخويا قال جبتك يا عبد المعينت عني لقيتك عايز تتعان ايفل يا اخويا السك يا افل انا مش نقصة علة